اروح لموضوع تاني ومهم فاكرين حضراتكم الناس اللي طلقت الترياقة لما خسرنا من سان داونز انا ما بكسفش دلوقتي بالمناسبة اقول ان احنا خسرنا خمسة اتنين من سان داونز فاكرين لما قلنا اول الموسم ان القرار كابت الخطيب بقراحة اللاعبين الاساسيين كان قرار تاريخي فاكرين لما قلنا المركب لسه في المية ولازم ندعم ولازم نقف مع فريقنا فاكرين لما قلنا ان كلنا ثقة في رجالة الاهلي وان خسارة مباراة مش نهاية العالم اهو موسم تاريخي للقلعة الحمراء البطولة الخمسة بعد الهزيمة خمسة اتنين البطولة الخمسة الاهلي حقق اتنين سوبر وكاس مصر ودولي ابطال افريقيا والنهارده بيفوز بالدوري وغير طبعا وصلنا لكاس العالم فعلا قلنا قرار تاريخي قلتوا انت بتطبل لكابتن خطيب بعض من لايه يشجع نادي الاهلي يعني انتوا بتطبله ما كناش بنطبل ولا حاجة كنا بنتكلم مع حضراتكم اولا احنا في ظهر ادارتنا وفي ظهر فريقنا وفي ظهر جهازنا الفني في كل شيء وبالتالي كنا عارفين بحس يعني ان احنا لعبنا كرة شوية بلكده لان انا ما عنديش حساب بالقطعة داخل النادي الاهلي مش انا النادي الاهلي ما بيحسبش حد بالقطعة وقلت لحضراتكم ان المركب كانت في البحر المركب في وسط البحر نهد البحر نهدها ونخليها تغرق ولا نكمل ونقف في طريقنا في جملة بتتقال دايما الصبر جميل الصبر حلو الاهلي مع النادي الاهلي ممكن تقول ايه الصبر بطولات الصبر بطولات بدل الصبر جميل الصبر جميل بيديك بطولات كله بطولات زي ما حضرتك شايف كده كان ممكن جدا جدا نحن يبقى عندنا ادارة متسرعة ادارة لا تعرف ان او لا تستطيع ان تحافظ على نديها لا تستطيع ان تحافظ على حقوق لعبتها لا تستطيع ان تحافظ على البطولات اللي بتاخدها تمشي ورا الفيسبوك وتمشي على فكرة ما عندناش مشكلة ولكن دي قصة تانية حب اتكلفها بعدين نحن نمشي ورا السوشال ميديا زي ما بيت قال ولكن ادارة محترمة برئاسة كبير العائلة كابتن محمود الخطيب كبير رئيس مجلس الادارة هذا الرجل اللي تحمل كثير وكثير قوله زي ما تقولوا علي مفيش مشكلة ولكن هذا الرجل النجم الاستوري الكبير كابتن محمود الخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر ويقول لي اوعى حد يتكلم ويقول لي محدش يتكلم في حاجة تخصيني انا تكلموا في النادي الاهلي تكلموا في مجلس الادارة تكلموا في ادارة النادي عايزين نافل الصفحة يا اسلام عشان عندنا ماتش بكرة ساعتها يعني وقفنا كلنا في ظهر بعض جمهور مع لعبين مع ادارة مع منظومة اعلامية كله مسك ايد بعضه افتكروا هذه الايام افتكروا مسكنا في ادارة بعض عدينا كسبنا القطن اربعة وكملنا وكملنا ولكن من يستحق الشكر مرة تانية او تالتة وعشرة هو جمهور النادي الاهلي والله العظيم له رياء وله مجاملة وله اي شيء بدون تمانين تسعين مليون وقفين في ظهرك لا احد يستطيع ان يتحمل الهزيمة ولكن النقد اللي عمله نقد البناء اللي عمله جمهور النادي الاهلي خلى اللاعبة ترجع في ماتش القطن زي ما حضرتك شايف كسبت اربعة وبعدين كسبت الهلال تلاتة وبعدين وصلت بقى للدول التمانية والاربعة والنهائي وهكذا انا وكل اهلاوي فخورين بمجلس ادارتنا فخورين بجمهورنا فخورين بلعبتنا فخورين بجهازنا الفني والاداري الانجازات والبطولات اللي بتحقق سببها الاول هو جمهور النادي الاهلي سببها الاول ان عندك ادارة تستطيع ان تتحكم في زمام الامور في ظل الاوقات الصعبة خلي بال حضرتك الفارق ما بين ادارة اكس وادارة زد هي حاجة واحدة فقط كيف تتصرف الادارة في الاوقات الصعبة فلما النادي الاهلي بقمته وعظمته يتغلب من سان داونز خمسة اتنين لا الناس كلها قالت لك لا ماشي المدرب وماشي اللعيبة وبطل اللعيبة كلها وقعد اللعيبة دي ببيوتها واعمل 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 ايه رأي حضرتك ان شاء الله ولسه الموسم مخلص ولكن احنا خدنا الدورة البطولة الخمسة هذا الموسم خمسة فقين كل حسود ان شاء الله ربنا يكرمنا عندنا 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 حاجات كتيرة جدا 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 ولسه بطولات وفي النهاية هي خمسة وخميسة ويظل النادي الاهلي دائما هو عاشق للبطولات اشتركوا في القناة